هذا وكانت مصادر ديبلوماسية قد أفادت بمقتل مغربية ثانية في اعتداءات بروكسل الأخيرة موضحة أن ثلاثة مغاربة آخرين مفقودون ويتعلق الأمر بمرأتين ورجل فيما ارتفع عدد الجرح من أربعة إلى ستة وعلى إثر الاعتداءات اعتداءات العاصمة البلجيكية بروكسل تم فتح سجل للتعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس في إقامة سفير بلجيكا بالرباط وأوضح بلاغ لسفارة بلجيكا أنه يمكن الولوج إلى سجل التعازي عبر الانترنت على الموقع الإلكتروني لسفارة بلجيكا بالنسبة للأشخاص الراغبين في توجيه رسائل تعزية كما نظمت بالرباط دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا بروكسل أمام مقر السفارة البلجيكية وارتباطا بهجمات بروكسل أعلن السفير البلجيكي في الرباط عن رفع درجة اليقظة الأمنية بمحيط المؤسسات الدبلوماسية البلجيكية في المغرب الإجراءات التي جرى اتخاذها بعد الهجمة الإرهابية في بروكسل تهم رفع مستوى اليقظة الأمنية في محيط المؤسسات الدبلوماسية وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية المغربية نحن الآن لا نتوفر على خلية أزمة لكن نتوفر على هذه الخلية في وزارتي الداخلية والخارجية في بروكسل